دشنا وكيل محافظة مارب لشؤون الإدارية عبدالله الباكري المعرض الأول لمنتجات تدريب فن الخياطة والتطريز للنساء والذي أقامه مركز بسمة أمل للتدريب والتأهيل ويهدف المعرض الذي حمل شعار يد تبدع وإبرة تخيط إلى توفير فرص عمل للفتيات والنساء من ذوي الدخل المحدود بمحافظة مارب عبر تدريبهن وتأهلهن على الخياطة في إطار تعزيز قدرات النساء وإيجاد فرص عمل لهن في ظل الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد تم اليوم افتتاح مركز بسمة أمل النموذج للخياطة والتدريب النسوي وهنا نشكر القائمين على هذا المركز ونتمنى لهم التوفيق وهناك حقيقة في إبداع ومنتجاتهم لازالوا في الأشهر الأولى من الافتتاح ونتمنى أن يتطور العمل وأن يكون هناك مدخلات أفضل وأن نهتم بالجودة وكذا تسويق المنتج نتمنى لهم التوفيق يوم نحتفل في مركز بسمة أمل لعرض منتجات الخريجات دبلوم الخياطة وهؤلاء الطالبات طبعا هذا إبداعهم الموجود معنا إن شاء الله ستشوفوه تدربوا هؤلاء الطالبات لمدة ثلاثة أشهر بمعدل أربع ساعات يوميا ما يعادل 240 ساعة من بداية صيانة المكينية وكيف تركيبها واستخدامها إلى الفستان النسائي الكب طبعا شغفهم كان كبير جدا وما شاء الله حتى اللي انكبار في السن وكان يعني كثير منهم من المحتاجات والزوجات الشهداء فتعلمهم ما شاء الله انتاج كثير بس لقوا بعض المعوقات أن بعض هين ما يجدنش مكائن لما ينتجن عندنا يعني تدرس خياطة ولكنها لا تجد مكينية في بيتها فهذه الصعوبات التي نعاني منها أيضا نعاني من صعوبات أثناء الانتاج أن نحنا نضطر نخلي لقطعة قماش لثلاث طالبات نعاني من قلة الأقمشة ومن غلال